السلام عليكم ورحبا بكم معي في طبخ وحلوية أم رايان كويزين أسيا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة ان شاء الله يا ربي انتم ما كتشوفوا هذا الفيديو يوم ان شاء الله غدي نشارك معاكم واحد الكيكات ولا واحد طرطات اللي كيتسمى طرطات الكورية اللي دايرين ضجة هاد الايام هذه ديال الرأس السنة فيما وقعتها وصول اجتماعي كي يوزوينين بزاف وساهلين ومشي مكلفين وكاننا غادي نشارك معاكم ان شاء الله ربعة ديال اشكال ديال الطرطات اللي حضرتهم فقط بجنواز وحدة وباقل من نصف لتر ديال الكريمة وكذلك هاد رأى واحد المشروع اللي مربح بالنسبة لبنات اللي كيخدموا مديرهم يستغلوا هاد الوقيت هادي ويخدموا فرص العام ان شاء الله هاد الطرطات هادو فهم اقتصاديين وفي نفس الوقت كيكون فيهم واحد الربح ان شاء الله كيكون واحد المشروع اللي مربح ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم كوتقدرو تشكلوهم و تنمعوهم كيفما بغيتو يعني ك订لوا الاشكال اللي انتو مبغيتو وكتزينو باي حاج أمتوفر عندكم و اي تزين لانتو مبغيتوا كتقدرو تدونو يكتها assessor чи فانيلا ولا شكولاتة فهم كيجوا له هاد الشكل هادا كيفكاتشوفو كيجوا رائعين كيجوا صغير ووراين يعني كيجوا صغير ووراين واكيضوش كبار غيرك يبانو هكا في الكاميرا اكبار بلاكس يجو صغيرين و يجو حلوين هكا و تقدروا تشكلوا فيهم كيف ما قلت كيف ما بغيتو و يجو الداد بززاف و يجو يعني بحل حلوة الكريم اللي كتبع في المخبازات كيف كتشوفوا معايا فعلى بركة الله نبدو إن شاء الله أول حاجة غدي نحضره مع بديتنا هي لجنواز بالنسبة للجنواز عندي هنا هي خمسة ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ دارو و ري بالنسبة لي خرجهم ليلا قبل من تلاجة هكا باش تطلع لنا إن شاء الله الجنواز ديالنا لدينا 150 جرام ديال السكر سانيضة تكون حوبيبيت ديالو أرقيقة من الأفضل عندي رشة ديال الملح و عندي 150 جرام ديال دقيق الأبيض من نوعية جيدة ديال الحلوية يعني الفورس و عندي ساشي و الكيس ديال السكر بنكهة الفانيلا في الإناء غدي ندير البيض و غدي نضيف إليها رشة ديال الملحة نضيف الفانيلا و غنضيف السكر و غدي نطرب المكونات كلها بدرب الكهربائي تقريبا واحد المدة من 10 دقيق فما فوق يعني ماشي أقل حتى كيطلع البيض و كيضع في الحجم ديالو كيفتح اللون ديالو بهذا الشكل هدا كيف كتشوفو و ضروري مطرب الكهربائي في الجنواز يعني الجنواز مكتصدقش إلا بدرب الكهربائي و بطبيعة الحال غدي ناخد 150 جرام ديال الدقيق الأبيض هنا أنا مستعملش خاميرات الحلويات خاميرات الحلويات فقط المبتدئات اللي ما كتصدقش ليهم جنواز كيخافوا أنا متنجحش معاهم يستعملوا واحد الكيس ديال خاميرات الحلويات من 7 جرام سوف نغربل هنا دقيق ديالي أنا بالنسبة لي غربلتو على ثلاثة ديال المرات هذه هي الثالث مرة فاش كان بدان ضيفو على دفوعات على الخالط ديال البيض اللي طربنا و طلعنا مديان كان ضيفو على ثلاثة ديال المرات كيف كتشوفو أنا كان غربل و كنخلط من الأسفل الأعلى بهالشكل هادا إما بسباتري او لا بالترى باليداوي كنخلطو غير بشوية كيف شفتو معايا بشوية احنا كنا نخلطو غير من الأسفل الأعلى باش طبيعة الحال ما كنطيحوش هذك البيض اللي طلعنا لأنه هو مهم باش غتنجح لنا الجنواز هذك اللي هو اللي يدخلنا في البيض هو اللي كي ينجح لنا الجنواز سافي هنا مبعد ما ادخلت الدقيق كامل اللي عندي غدي ناخد واحد طاوى اللي يلقياس ديالها فيها تسعود و 20 سنتيمتر على 40 سنتيمتر وغادي طبيعة الحال غلفتها من قبل بالورق الطبخ ضروري لأنه يعني إلا ما غلفناهاش غا تلصق لنا الجنواز الجنواز ضروري من ورق الطبخ غادي ننفرغ فيها الخالد ديالجينواز وغادي نسرحو هكا نحاول نقادله الوجه ديالو غادي نقادله الوجه ديالو مزيان وهنا أنا رس خنت الفران من قبل على درجة حرارة 200 درجة أنا عندي إتيمات كي يعني هو تقيل شوية لعندكم شي نوع آخر ديال الفرن 180 درجة كافية سخنته من الأسفل ومن الأعلى غادي ندخل جنواز ديالي قبل غادي نخبطها في حركة كيف كتشوفوا على سطح العامل ثلاثة المرات باش كنحيد منها هدوك الفقاعة الكبارين اللي كي يعطونا واحد توقوب في الجنواز من بعد ما كانت طيب سافي غا ندخل هالفران كيف ما قلت شاعل من الفوق ومن تحت على 200 درجة أنا خدت معي بالضبط 15 دقيقة كتقدرت أخد من 10 دقيقة 10 دقيقة حتى ال 15 دقيقة على حسب الفرن ديالكم سافي هنا اياه خدت واحد اللون ذهبي كيف كتشوفوا طابت خرجتها من الفران قلبتها غادي تقلبوها فوق واحد المينديل في هاتشكل هادا سافي شوفو كيف كتجي مخفي فوق كتجي مفشفشا كتجي إسفنجية المهم هو باش تنجح معكم الجنواز هو البيض يكون ضروري بدرجة حرارة المطبخ وطلعوهم زيان حتى كي يضاعف ثلاثة ديال أضعف وكذلك الفرن ما تفوتوش لها الطيب في الفرن أكتر حاجة 15 دقيقة فهنا خليت الجنواز ديالي كتبرت جانبا وغادي ندوز نحضر الكريمة عندي هنا اياه 400 ميليليتر ديال الكريمة السائلة انا استخدمت هولالا استخدموا اي نوع ما ضفت شلاس كار لانها ديجا حلوة سافي هنا اياه خديت طلعتها هكا بتطرى بالكهرباء حتى كي يعني كتطلعو كتتوقف هكا فاش كنقلبو الإناء اما كتوقشت يعني انها تسيح معنا من الإناء فهنا كتكون واجدة ما كتكتروش لها بزاف تطراب باش هكا ما تفصلش وتولي لكم فحل الزبدة يعني كتولي كتولي ناشفة وما كديش حتى بنينة في الماكلة ديالها سافي هنا بعد ما بردات الجنواز دست باش غالي نقطعها استعملت واحد القطع القطر ديالها فقط 10 سنتيمتر يعني صغيرة 10 سنتيمتر كتقدروس سعملوا هذي القطع اللي كان نصيبو بها الحريشات الصغار سافي هنا قطعت الجنواز ديالي دوائر وحتى هذو كل يعني الجوانب حاولت أنني نلسقهم ونشكل منهم هكا دوائر باش غيعتوني ثلاثة طبقات في كل طورتة عندي ربع ديال الطورتات طبعا سافي هنا يا بديت ان شاء الله المونتاج سوف ندير الطبقة الأولى ديال الجنواز سوف تكون على الوجه ديالها سوف نخليه الوجه هو ولي الفوق ونسقيه هنا استخدمت واحد سيرو اللي درت في كاز ديال السكر مع جوش كيسان ديال الماء وصاش شئ ديال السكر من كهة الفانيلا وخليته غلا فوق النار واحد سبعة ديالتقيق غير كي يغلي كنحسبو لي سبعة ديالتقيق وكنطفي وكنخليوه يبرد خديت هنا الطبقة الأولى سقيتها درت طبقة يعني شوية ساميك من الكريمة كتبقى دوق إلا بغيتو تكتروا الكريمة او لا تقللوها غادي ندير الطبقة الثانية لكتشوفوا معي شكلتها غام الطريفات اللي كي بقوا في الجوانب سقيتها كذلك هنا غانديرها مقلوبة يعني ذاك الاسفل ديال الجنواز ولي غادي يكون الفوق عليش درت الطبقة التحتانية اللولى الوجه ديال الجنواز ولي الفوق باش كتهزلينا التقل ديال التورطة وليك نبغيو نحزوها في الاخير بعد ما كنكملوا لها المونتاج كتجينا سهلة وما كتلصقش لنا في السميجو ها في دوق هنا غادي ندير الطبقة الثانية للجنواز كيف كتشوفوا سقيتها كذلك وضعت الطبقة ثالثة من الكريمة وهذا الكريمة كتتقدروا تنكهوها وتديروها كريمة ديال الشوكولاتة تضيفوها الكاكاو تضيفوها واحد المياقة ديال الشوكولات ديال دهن يعني كيبقى دكشي هلحسب الاختيار والحسب المتوفر هنا خدمت معاكم طورتات اللي ديال الحالويات حلوة ديال ديال الكريم اللي كتباع العادية في المخفزات وانتو ما كتعني كتضيفوها الاضافة اللي بغيتو لا سواء في الحشوة ولا كتنكهو الكريمة نكهت الشوكولاتة نكهت القهوة نكهت الكراميل كيبقى مسألة أدواق سافي هنا يكن حاول نغطي الكريمة التورطة كنحاول نغطيها كلها بالكريمة كيف كتشوفو وكنحاول هكا نليسيها ولنملسها هكا باش كديني شكل ديالها زوين يعني ومتناسق كيف كتشوفو هاد الشكل هاد الشكل يعني كتقدرو تضاعفو المقادير وديرو بدل الجنواز واحدة تديرو جوج ديال الجنواز وغادي تعطيكم تمانية ديال التورطات روخص غورين كل تورطة كتكفي الجوج ديال الاشخاص سفي هكا أنا نستمر على التورطات كلهم كيف ما قلت لكم في امكان نوضع الطبقة اللوولة كنسقيها كندير طبقه ثانية ديال الكريمة كندير طبقه ثالثة ديال جنواز كنسقيها كندير طبقه ديال الجنواز هاد الشكل تضع طبقه ديال الكريمة تديرو حشوات تديرو مثلا فواكه تديرو مكسرات تقدروا تديرو فريز تديرو خوخ تديرو كيوي مقطع قطع صغيرة تديرو مكسرات قرقاء مهرمش تديرو اللوز محمر و مهرمش كاوكاو تديرو سلسات تديرو قناش ديال الكريمة والشوكولاتة تديرو او تديرو سلسات الكراميل يعني هاتشي فوسط التورتات كحشوات كيف كتشوفو غنستعمر حتى غادينا نمونتي ولا غادي نوجد تورتات ديالية بربعة في هات الشكل هادا وما ساهلين بزاف الخدمة وضغيها كيوجدو ما كياخدوش كاعل وقت ومشي مكلفين يعني اقتصاديين ولكن في المعداقرة كيجو ولداد بزاف كيجو حلوة ديال الكريم معروفة اللي كنشرب من خبازات كيجو تماما نفس المعداقو احسن يعني موجدين في الدار وباب يدينو بطريقة منظمة ونقية كنعرفو شنو كنديرو فيهم فكيجو ولداد بزاف من الاحسن هادوك لي الشوت ديال الجنواز ولا هادوك القطاع الصغيرة اللي شكلنا منهم طبقات الجنواز من الاحسن نديروهم في الوسط باش هكا ميبانوش يعني نديروهم كطبقة ثانية فوسط التورتات باش ميبانوش نحاولوها كنخضمو بحية تسباتيول تكون صغيرة لانا طورتات تصغورين لان كانت تسباتيول كبيرة لكتقدب ش شوية في الخدمة نحاول نقضل الكريمة جيدة من الجوانب التي يسيوها وكذلك من الوجه لكي يجوون مطولين وكي يجوون مفينين بحل لكي نحضروا أي طرطة كبيرة يجوون مطولين مقادين سوف نقضل الترطة بربعة فإن شاء الله سوف ندخلهم مجمد واللاغي تلاجة غير بشها يبقى محافظين على البرودة تقريبا نص ساعة هذه الكيمياء الكريمة اللي بقت لي من 400 ميلي لتر الكريمة فنخليها لتزيين سوف نأخذ هنا أول طرطة سوف نزينها بالشكلات الأسود اللي دوبته عندي 50 جرام دي الشكلات الأسود الأسود ضفت لها معلقة كبيرة دي الزيت العادية زيت المائدة ضوبتها وضفت لها معلقة كبيرة دي اللوز كونكاسي محمر تقدرو تضيفو غير كوكا و كونكاسي يعني أي حاجة تخدمو بها متوجدة كونكو مرها كتكون يعني كتس كتجي بنينة صافي هنا يوفقو كنحاول نقلاصي بها و ننفرغها كفوق التورطة كنخطبها التورطة كاملة من فوق و من الجوانب وهنا يزيين تبوحد لقات عادية الفيررورو روشي و تزيين دائما كيبقا لحسب متوفر و لحسب الضوغ بالنسبة هنا التورطة الثانية فانختي صغير واحد القلاساج مغواغ اللي كان عندي من التورطة كنت وجدتها من قبل و كان نسخنتو كنعدي في تلاجة جامد كيكون هو كي يجمد ما كيكون في تلاجة غادي تخرجوه و تسخنوها كيا في حمام مائي حتى كي يطلق هكا بعد كياخد درجة حرارة المطبخ سافي و غنقلاسي بها كالتورطة الثانية و نحاول نغطيها كاملة كتشوفو ركيبقى محافظة على للا ما يزور اللي فيه و إخاذ تيبقى محافظة و غادي فادي كالتورطة وضعت فوق وضعت سيببورة الكارتون في الحقيقة كانت عندي غير وحدة كبيرة وحاولت اخديت القياس ديال التورتات وقطعتها على شكل دوائر باش اعطتني سيببورة هكا صغارين كيف تشوفوا وضعتها فوق منه وخديت هنا شوية ديال فيوتين وضرتو من الجوانب هكا من التحت زينت به على الدورة ديال التورتة وكذلك زينت بهذا كبالحبيبات ديال الشوكولاتة اللي كتكون بيضاء وسوداء وبنية من الفوق ديال التورتة كتزينو باي حاجة شوكولات غولي اي حاجة اي حاجة كتقدروا تزينو بها ورق الذهاب اي حاجة متوفر عندكم زينو بها سوف هنا بنسبة للتورتة الثالثة تزين لي درتليها انا زينتها بسلسة الكاراميل وجدتها درت فيها نسكاس ديال السكار حتى داب وطاني كاراميل ضفت ليه معلقة صغيرة ديال الزبدة وضفت ليه نسكاس ديال الحليب اللي مدوبة فيه نص معلقة صغيرة ديال الناشا ولميزينة وسافين بعد ما كيولي ليسكار كاراميل كنضيف عليه الزبدة كالدوب وكنضيف عليه الحليب اللي فيها النشا سوف نحرق حتى يختار لي الكاراميل كيجيني في حال هات الشكل هذا كيتشوفو كل اللون دياله كيجيزوين والمدق دياله كيجي رائع سافي هاكا حاولت نفرغو فوق من التورتة ديالي وهاكا نزلو مع الجنب باش كيعتاني هات الشكل هذا اللي كيجي عشوائي وكيجيزوين في المنظر دياله سافي زينت بشوية ديال اوريو وشوية ديال وريدات ديال الكريمة اللي درسون في واحد البوش ولا واحد الجيب حلواني اللي فيه واحد لادوي هاكا بعد زينت بوريضات صغورين وزينت بقطع انصاف ديال الأوريو وشوية ديال هذيك الشوكولاتة الصغورة اللي كتجيع لشكل حبيبات اللي بالالوان بالاسود والبوني اللي زيننا بها التورتة اللي قبل سافيه الشكل دياله كيجيزوين بعد هنالي التورتة التالتة غادي نزينها بالبلوز اه شرائح ولا اه اللوز ايفيلة اللي حمرته غادي نحاول تسقوها هكا ندوره على التورتة في الجوانب وغادي نزينها بهكا بهدلي غزاسها دوع وثاني من الفوق وفي الواسط غادي نوضع واحد للقلاساج اللي وجدوه بطريقة سهلة في غير معلقة كبيرة ديال الناباج دخنتها فوق النار وضفتليها واحد نصب معلقة صغيرة ديالنكها ديال فرامبواز دوبتهم فوق النار خليتهم حتى دفاو حتي لوضعتهم فوق تورتة سخان غادي تدوب ليه الكريمة وغتخسر ليه خليتهم حتى دفاو فرغتهم معكا فلوس كيف شفتو وضفتهم بطريقةażه وحترمت بطريقة عدد المثال وضفتهم بهدفه بطريقة زينته بطريقة يبزن منتقذ في الاثلات يجيب جينواز ينزوينين من زيادة بعد الماداق ينزوينين من تلاجة لكي ارشبين و تندمج تنزوينين من seri وكيف ما كتلكم راومة واحد للمشروع مربحة بالنسبة للبنات اللي كي خدموا من الدار خدموهم هكا بواحد الكيمية وكتقدروا تبيعوهم مثلا الشرين درهم 25 درهم للوحدارة كي يكون فيهم واحد الرباح الكبير تبارك الله ما شاء الله ايوه هذا هو الشكل ديالهم كي يجي زوين بزاف المعضاق ديالهم كي يجي رائع وكي يجي ومتيولين وصغير ورين وحلوين كنتمنى البنات تجربوهم ويعجبوكم بزاف ان شاء الله غيرجبوكم يعجبوكم بزاف بزاف حضرهم لوليداتكم ولي عجبوكم ما تنسوش تخليوليا تعليق زوين وتخليوليا لايك للتشجيع واللي كانت اول مرة كتشوف القناة تشترك فيها وتفعلي الجرس باش توصل دائما بالجديد طبعا الى عجبك المحتوى وعجبك الوصفة اللي كنقدم مرحبا بيك وشكرا على المشاهدة وبسلامة اشتركوا في القناة